نيجي دلوقتي لللحظة الصعبة طرق محتاجين ثلاثة أسامة ودلوقتي كاتل اللحظة الأصعب لحظة استبعاد اتنين لعبين بعد خسارة المباراة هم يا بابا كابتن طرق السايك كان لازم يختار ثلاثة لعبين هيغادر اتنين منهم البطولة أول لها بيدخل دائرة الخطر مراوان حمدي كان تاني اللاعبين عمر علاء أما تالت اختيار فكان اللاعب محمد حسن طيب قبل ما تقول لنا أول اسم كابتن طرق بس أنا عايز أقول لكم برضو حاجة وعايز استغل النشيكة معنا دلوقتي عشان اللي فكر أن النهاردة اللي يمشي داخل مشواره لا طيب فيريد تقول له بس في السن ده اللي اللاعب بيتقلوا كام مرة لأ وبعدين ممكن يروح لفين لا ده في ناسة يا رجالة نجوم مصر دلوقتي جوم اختبارات عندنا بأهل وزمالك ومشيوا لو عيضت مش هتكمل لا ده بتلازم دلوقتي هتقل لك لأ كتير قوي كتير 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 أول واحد مروان مروان حمدي تاني واحد بلدياتي من يوم تاني اللاعبين المستبعدين كان عمر علاء الولد التالت اللي أنا قومته عربي أنا كان تغيرة بالنسبة لي المطش الأولاني نزل كان كويس المطش التاني نزل كان كويس النهاردة نازل حتى هو نازل عوج اللي فأنا حبيت أقرس ودنه بس أقول له بص انت ممكن تتحط في موقف ان انت تمشي من البطولة كلها عشان انت نازل مش مركز مرد لك يا بلد قوم 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 سلامه على عالش حاجة من برنامج اقرس من الله اقرس اقرس خالق ق거야 قوم أجواء صعبة وزعل شديد سيطر على كل لعيبة فريق حسن شحاتة وكمان على مدربهم طارق السيد بعد تفرطهم في صدارة المجموعة في آخر لقاء لهم واستبعد اتنين من لعيبة الفريق قبل دخولهم دور التمانية اشتركوا في القناة